المدخلات لهذا الموديل المدخلات لهذا الموديل عن طريق شبكة الطرق هنعرف اش قد اقصى الوقت بين اه تولون فنحتاج التوفر تايم اللي هو هذا راح يعكس لي خصائص الشبكة ونحتاج الفركشن فكتر تيابول الفركشن فكتر تيابول هو يعني قلنا يمثلي تقريبا التوفر تايم يعني يعكس لي التأثير التوفر تايم طبعا الفركشن فكتر نعتمده او نحسبه عن طريق فكترات اللي هي غاما والفا وبيتا وهاي الفكترات هي يعني نمطي احنا خلنقول ديفورت بالفاليو لهاي الفكترات ونحسب الفركشن فكتر الفركشن فكتر راح نجي نشتغل التوب ديستوبيوشن ونوزع الرحلات اذا شفنا اكو اذا ما شفنا اكو تطابق بين التوزية فبهاي الحالة راح نعيد نحسب الفركشن فكتر من جديد باعتماد داتا اخرى فاليو اللي هي للغاما والفا وبيتا وبالتالي راح نحسب فركشن فكتر جديدة ونرجع نشتغل المواد ديال من جديد بحيث انه بالنهاية يصر عندي تطابق بين النتائج اللي انا اريد احصلها وايضا قلنا امبوت اخر نحتاجه في عملية التوب ديستوبيوشن اللي هو الكي فكتر ماتريكس الكي فكتر ماتريكس قلنا هذا المعامل ويعكس للترابط الاجتماعي قلنا ايضا اذا مخرجاتي لتوب ديستوبيوشن مدى تتحقق يعني مدى يطلع عندي التوزيع صحيح فرح ناخذ هنا ندخل معامل الكي فكتر اللي هو رح ياخد تأثير الترابط الاجتماعي ندخل ايضا بالتوزيع في يعني ان انا حصل عندي عدة اتريشين بحيث انو انا حتى احصل بالنهاية ماتريكس صحيحة انو اوكي هاي ماتريكس صحيحة فاحتاج انو لفركشن فكتر تيبولز هاي عادة يعني احنا راح نستخدمها اكثر من مرة الى ان حصل نتيجة مرضية ما ظهرت عندي نتيجة مرضية وحاستخدم الكي فكتر ماتريكس ادخلها ايضا انطقية اخرى ادخلها اشوف لها تأثير بتوزيع الرحلات وهكذا مخرجات الترب ديستوبيوشن هي الماتريكس اللي هي البرودكشن اتراكشن ماتريكس اللي انا راح احاولها بالتالي الى ارجين ديستينيشن ماتريكس راح ناخذ اليوم المثال الاخر اللي هو مثال اللي هو طريقة فرنس او طريقة فراتل هي طريقة فرنس بالاصح فناخذ هذا المثال يقول لي اقدام بورم عندي ثلاث زونات في ثلاثة ترب تيابورم متمثل بخمسة وعشرين رحلة موجود بالسنت البيس هير بسنت البيس هير عندي هاي الوريجين ديستينيشن ماتريكس مثل ما ديشوفوها موجودة بسنت البيس هير ومنطيني مع المجموعة الرحلات خمسة وعشرين رحلة مجموعة الرحلات خمسة وعشرين رحلة ومنطيني الاريجين فاكتر منطيني الوريجين فاكتر le production ومنطيني destination فاكتر الطاكشن نطيني معامل النمو للاريجين فاكتر ومنطيني destination فاكتر معامل نمو يعني عندي هنا two factors تو فاكتر tele ist systematic الاريجين واريجين يتس اروبي بورو الجين يبغط يستخدقي الطريقة فراتل توزع لي الرحلات بالهوريزين هير طبعا انا لازم احق يعني اذا هاي المعاملات يعني هي تجيكم طيقتين اما المعامل النمو يكون معطى بالسؤال مباشرة تضرب وطلح او انه يمطيني عدد الرحلات بالمستقبل لازم انا اجي اقسمها على عدد الرحلات الحالية حتى اطلع معامل النمو فاذا معامل النمو اما يكون معطى بالسؤال شون هسا هنا معطى بالسؤال او انه انا اقسم الرحلات اللي بالمستقبل على الرحلات الحالية ونطلع معامل النمو فهنان بهاي الطريقة ينطيني معامل النمو جاهز واني مجرد اشتغل هسا ناخذ الانواع الاخرى للغورث فاكتر موديل فنجي هسا وريد نطلع احنا الوريجين دستينيشن ماتريكس اللي هي بالفوتر بالمستقبل فاحنا احنا نلاحظ انه انا عندي نلاحظ هنا هاي التفاصيل اللي داخل الماتريكس اللي هي الرحلات من سل الى سل هاي حتكون عندي مجهولة هي هاي المطلوب اني احصلهم لكن شنو عندي معلوم الان اقدر استخرجه عندي معلوم انه عندي الوريجين فاكتر هذا الوريجين فاكتر اللي هو للواحد والاثنين والزرون الثلاثة هذا استفاد من عنده شنو انه اضرب السطر الاول السطر الاول من الماتريكس اللي عندي موجودة بالسؤال اضرب السطر الاول بالمعامل النمو للزرون واحد بما احنا جلنا كل سطر هو اوريجين كل كولوم هو ديستينايشن فهنان الوريجين بما انه هو سطر فالواحد هو سطر فراح نيجي نضربه بمعامل النمو اللي هو متمثل بالاثنين فنضرب كل قيمة نضرب نضرب كل قيمة يعني نيجي نضربه هنا مثلا ثاني عندي سبعة هنا البودكشن المجموع بالزون واحد عندي سبعة فسبعة ضربه فيه اثنين وحتطلع عندي أرباطعش يعني عدده احلاته بالمستقبل الكلية للزون واحد أرباطعش اذا اجي على الزون اثنين الزون اثنين عندي داعش هنا فمعامل النمو للزون اثنين هو ثلاثة فثلاثة فيه داعش رح يطلع عندي ثلاثة وثلاثين زين نيجي على اللي بعد عندي الزون ثلاثة ايضا سطر فهو أوريجين عندي سبعة فسبعة معامل النمو هنا عندي ألبعة فسبعة في ألبعة رح يطلع عندي ثمانية وعشرين اذا هاي مجموعة الرحلات بالفيوتر زين اريد اطلع بالنسبة للدستينايشن نفس الحالة بالنسبة للدستينايشن كل كولوم كل كولوم رح أضربه بالدستينايشن فاكتر يعني كولوم واحد هو هذي مثلي مجموعة التوتر اللي هو الدعاش مثلي الدستينايشن اللي هي رحلاته الكلية لزون واحد فأضربها بمعامل النمو للزون واحد اللي هي متمثلة بالقيمة ثلاثة رح يظهر عندي عدد الرحلات الكلية بالدستينايشن 33 نرجع للزون الثاني الزون الثاني معامل النمو للدستينايشن هو أربعة أضربها بعدد الرحلات الكلية للزون الثو الزون الثو اللي هي سبعة فحيطلع عندي القيمة التوتال هنا 28 وكذلك الحال بالنسبة للزون رقم ثلاثة معامل النمو الثنين نضربها في سبعة فاثنين في سبعة أطلع لي 14 نجمع هنا التوتال يطلع لي 75 فإذا نسانيش طلعت طلعت مجموعة الرحلات لكل الزون عن طريق ضرب التوتال توتال تريب بمعامل النمو بالنسبة للأوريجن وبالنسبة للدستينايشن هاي الخطوة الأولى الخطوة الأولى إنه التوتال تريب لكل زون رح أضربها بمعامل النمو إذا كان سطر فأضربها بمعامل النمو للأوريجن وإذا كان دستينايشن أضربها بمعامل النمو للدستينايشن فإذن هاي الخطوة الأولى حققناها طلعت الرحلات الكلية بالفيوتر هسا توزيع الرحلات هنا لتوفل باترن توزيع الرحلات من زون إلى زون مجهول عندي إشون رح أطلح هاي القيم الهنان فنطلح هاي القيم الهنان نضرب كل عمود نضرب كل عمود بالدستينايشن فقط يعني نجي العمود الأول قيمته مثلا عندي هسان هنا واحد لزون رقم واحد لزون رقم واحد عندي واحد فأحضر بواحد في المعامل النمو هنان ثلاثة شو رح يطلع لي بالماتركس الجديدة رح يطلع لي ثلاثة نجي علي بعد عندي رقم ستة ستة ضرب في معامل النمو للدستينايشن واحد اللي هو ثلاثة رح يطلع عندي ثمنتعش اللي بعد عندي ألبعة ألبعة في ثلاثة رح يطلع عندي اثناش فطلعت هس أني التفرج بالباترين للزويم رقم واحد نفس الحال بالنسبة للزويم ورقم الزويم الزويم رح يجئ الزويم بالدستينايشن فكتر بما أنه هو الزويم hst연 المثنين فهذا الزويم المثنين الدستينايشن فكتر هو هذا الدستينايشن فكتر ما رح يطلع عندي ألبعة فألبعة في ألبعة المفقط تطلع عندي ستة عش أربعة في اثنين أثمانية أربعة في واحد هتطلع عندي أربعة هستكملت الكولوم رقم اثنين نجي على الكولوم رقم اثلاثة الكولوم رقم اثلاثة وهل مع أ Lol dest Kons Factor ال recovery هو أثنين أثنين في اثنين القيمة الأولى ثنين في اثنين هتطلع عندي أربعة اثنين في ثلاثة رح يطلع عندي ستة اثنين في ثنين اثنين في ثنين رح يطلع عندي أربعة فإذا هسانيش طلعت طلعت التفور باتن اللي هو رحلات من زون إلى زون زي هساني طلعت هاي رحلات لازم هسا أجي أشيكها ويا القيم الموجودة عندي هنا فإذا نجي نجمح نجي نجمح هاي رحلات أربعة زاد ثلاثة سبعة زاد ستعاش رح يطلع عندي ثلاثة وعشرين استيميت التوتل استيميت التوتل هو حاصل جمع كل سطر حاصل جمع كل سطر فهنا ستة وثمانية أربعة عشر زاد ثمنتعاش رح يطلع لي ثلاثين أربعة أربعة ثمانية زاد أثنى عشر رح يطلع عندي عشرين فإذا استيميت التوتل هذا هو حاصل جمع كل سطر الاكتوال توتر شنو هاذه هذا هي القيم اللي اني حصلتها هنا اللي هي قلنا التوتر والفيوتر اللي هي هاي نجي ننزله هنا هسه ش راح نسوي راح نجي نقسم الاكتوال على الاستيميتد راح يطلع لي فاكتر هذا نسميه احنا رو فاكتر راح نقسم 14 على 23 راح يطلع عندي رو فاكتر 0.61 اقسم 33 على 32 راح يطلع عندي 1.03 اقسم 28 على 20 راح يطلع عندي 1.4 شنو الغرض من هاي العملية انو احاول اسوي موازنة بحيث القيم اللي تطلع هنا التوتر لازم تساوي القيم اللي هنا موجودة يعني الاكتوال يساوي الاستيميتد هذا هو الغرض انو انا دا اطلع رو فاكتر فبعد انو طلعت رو فاكتر هاي المعاملات راح اجي اضرب كل معامل رو فاكتر بكل سطر كل معامل هاذه اضربه في كل سطر واطلع ماتركس جديدة فنشوف هنا الماتركس هاي اللي هي عبارة عن شنو عن حاصل ضرب بوينت سكس وان في ثلاثة شو رح يطلع عندي رح يطلع عندي اثنين اللي بعده بوينت سكس وان في ستة عش بوينت سكس وان في ستة عش رح يطلع عندي عشرة 0.61 في أربعة رح يطلع عندي اثنين وهكذا نضرب كل معامل وغير فاكتر نضربه في كل سطر اللي بعده 1.03 نضربه في ثمنتعش نضربه في ثماني نضربه في ستة ونطلع حال القيم الموجودة هنا ونفس الحال بالنسبة لي 1.4 ايضا اضربه في كل سطر ونطلع ماتريكس جديدة طلعت ماتريكس جديدة فبعد انه طلعت الماتريكس الجديدة نجي هسا نرجع نشيك من جديد هنا هنه رح نجي نجمع كل كولوم رح نجمع كل كولوم الستميتد هذا جمعته اللي هو 2 زاد 19 زاد 16 رح يطلع عندي 37 10 زاد 8 18 زاد 6 رح يطلع عندي 24 2 زاد 6 زاد 6 رح يطلع عندي 14 هاي القيم هسا اللي حسبتها مننا نجي بالأكتشورد تورتل اللي هي حسبناها من الأول ما بدينا بحل السؤال اللي هي هاي القيم 33 38 و14 نجيبها نخليها هنا هاي القيم نسميها الأكتشورد تورتل هسا المفروض آني الاستميتد يساوي الاكتشورد فنشوف هنا نجي نطلع الفرق نشوف انه نقسم الاكتشورد على الاستميتد حيطلع لي معاملات جديدة المفروض انه الاكتشورد يساوي الاستميتد قلنا نتوقف بالحل من يصير عندي يفرق الفرق اللي يكون أما 1 أو 0.95 أو 1.05 فنتوقف بالحل لكن نشوف انه المعاملات ده تختلف فالاكتشورد منه قسمه على الاستميت اللي يشوفه 0.89 28 تقسيم 24 وحيطلع 1.17 14 تقسيم 14 صار عندي واحد فهنا نشبخ عندي عندي هذا وهذا ما متساوي بالقيمة فنرجع عن حل من جديد شو ننحل هسا هسا هنا لكل معامل نسميه هاذا column factor كل معامل وحاجة أضربه بكل column كل معامل يعني 0.89 راح أضربه في 2 وطلع قيمة جديدة 0.89 أضربه في 19 وطلع قيمة جديدة 0.89 أضربه في 16 وطلع قيمة وهكذا اللي بعد 1.17 في 10 يطلع لي هالقيمة 1.17 في 8 يطلع لي هالقيمة 1.17 في 6 راح تطلع عندي هالقيمة ونفس الحال بالنسبة لكلوم 3 طبعا هناك كلوم 3 هينزل ثابت لان هو قيمته 1 فراح نينزل ثابت في طلعت عندي هالقيمة جديدة هاي الماتريكس الجديدة أيضا راح استرحى بدي أجمع كل سطر هاي الماتريكس الجديدة هو هاي الماتريكس الجديدة وحنا نشوف هنا هنا 0.9 تقريبا بدأت تقترب القيم هنا 1.02 1.03 أيضا 1.03 أيضا 1.03 أيضا 1.03 كورو فاكتر هذا 0.9 نضربه في 1.78 راح تطلع لي هالقيمة 0.9 نضربه في 1.7 راح تطلع عندي هالقيمة 0.9 نضربه في 2 تطلع عندي هالقيمة 1.02 نضربه في 16.9 تطلع لي هالقيمة 1.02 نضربه في 9.36 تطلع عندي هالقيمة وهكذا هسا نجي شنو نجي نجمع كل كولوم نجمع كل كولوم الاستيميتد كولوم ها جمعنا عندي الاكتور اقسم الاكتور على الاستيميتد راح يطلع عندي فاكتر نشوف هنا الفاكترات شوفوا بدأت تقترب من الواحد يعني هذا واحد 1.04 و 1.97 إذن آني هسا أوكي احنا قلنا الفاكترات تكون من 0.95 هسا هذا أوكي متجاوز 0.95 إلى 1.05 هذا 1.04 فإذن أوكي لهنانا آني أتوقف به الحل يعني فهاي هي الماتريكس النهائية للتوزيع بين الزونات فاللاحظ يعني هي طريقة سهلة مجرد انه بوسيجر تشتغله واحتضل عندك النتائج طيب إذا نتكلم عن الطرق الأخرى للغوث فاكتر موديل طبعا هي أسهر طريقة هي هاي طريقة الغوث فاكتر موديل إذا عندي خل نقول مثلا عندنا أربع زونات وأربع أيضا في أربع زونات منطيني عدد الرحلات الحالية هذا منطيني أوريجين ديستينيشن ماتريكس حالي ليقول لي بالفيوتر بالفيوتر عندي نسبة النمو حتكون 20% نسبة النمو حتكون 20% أو ينطيني عدد الرحلات الكلية بالمستقبل مثلا 1962 وأنا عندي المجموع الحالي لقو أحلات 1635 فمجرد أقسم هذا على هذا المنفوض يطلع لمعامل النمو اللي هو 1.2 فهاي الطريقة اللي هي سمبر مثود هاي الطريقة اللي هي أسهل طريقة هاي الطريقة اللي هي أسهل طريقة شنو طريقة حالها إنه أنا أضرب فقط معامل النمو في كل في كل سر في كل هنا أنا يعني في كل قيمة هنا أنا رح تطلع لي ماتر الجديدة هي هي تمثل لي فيوتر استيميتد ماتر طبعا هاي اللي كورس فاكتر هي بها عدة موديلات وهذا هو أبسط موديل بينما فراتل هو خلنا نقول أكثر تعقيد من هذا يعني هذا هو البسيط فهنا مجرد إنه أنا أضرب 1.2 في 5 تطلع لي 6 1.2 في 50 تطلع لي 60 1.2 في 100 تطلع لي 1120 1.2 في 300 تطلع لي 1140 وهكذا كلها ضبا في 1.2 ورح يطلع لي فيوتر الماتر إنه أنا يعني مجرد عندي معامل نمو قيمة كورنستان ثابتة لكل الزونات مجرد أضرب عدد الرحلات بكل منطقتين بمعامل النمو واحتضاع عندي الماتريكس الجديدة فهي طريقة نسميها كورنستانتو جورث فاكتر موديل وهي أبسط طريقة من طرق الجورث فاكتر موديل بينما طريقة فراتل فراتل هي أفضل ودطني توزيع أفضل من طريقة الكورنستانتو جورث فاكتر فإذا نشوف هنانا هاي هي خطوات لغافيتي موديل خطوات لغافيتي موديل إنه أنا بالبداية أشتغل معاملات معاملات مبدئية أولية وعندي جدول تيفل تايم واختر رحلة نطبق الموديل ونوزع الرحلات نجي نقارن الاتراكشن إذا لقينا أكو تطابق فأوكي ما لقينا أكو تطابق فنرجع نصحح الاتراكشن فاكتر ونشتغل من جديد فلذا لقينا تطابق أوكي بلانس نجي الخطوة الأخرى إنه نقارن 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 هسا الماتركس اللي ظهرت عندي نقارن الماتركس اللي ظهرت عندي اللي هي أوكي نقارنها مع الواقع الحالي اللي هو من السيرضي أنا من حسابة الرحلات إش كيت شان طول الرحلة طول الرحلة أو معدل الرحلة إش كيت كان بين أي توزون فنقارن النتائج مع واقع الحالي اللي إحنا حسبناه من السيرضي إذا كان أوكي جودكم برزن أوكي يعني أكو مقارنة جيدة أكو تطابق فيه أوكي توزيع رحلة صحيح لكن إذا ما كان أو ما كان أكو تطابق بالتوزيع الرحلة يعني شان المعدل الرحلة يختلف اللي موجود بالماتركس عن اللي موجود من السيرفي فبهاي الحالة نرجع نسوي نعدل لفكشن فاكتر ونرجع نشتغل من جديد نعدل لفكشن فاكتر ونرجع نشتغل من جديد بالنهاية حنحصل على كاليبريت الفكشن فاكتر هي هاي الفكشن فاكتر اللي أنا أستخدمها حتى أحصل على نتائج موديل صحيح فإذا هي كلها عملية اعتريشن هسا عندي نتائج نتائج توب ديستروبيوشن هي بوردكشن أتركشن ماتركس نتائج لتوب ديستروبيوشن هي بوردكشن أتركشن ماتركس مثل ما نشوفه هنانا عندي جدول ودي نوضح لي production attraction matrix هاي هاي هي matrix اللي هي نتائج الoutput لترب distribution هاي الماتريكس انا لازم احولها الى origin destination ما نقدر استخدم هاي الماتريكس هاي الماتريكس هي not directional هي مادة الطيني يعني هي احنا قلنا الproduction والattraction قلنا هي trip end انا لازم احولها الى trip فهنان مجرد احول production attraction الى origin destination بطريقة سهلة انه انا خلو نقول مثلا عندي الرحلات من 1 الى 2 عندي 30 رحلة من 2 الى 1 عندي 10 رحلات فاجمع ال30 زاد العشرة تقسيم الاثنين نضرب تقسيم الاثنين نجمعهم 30 زاد عشرة أربعين تقسيم الاثنين هتطلع عشرين فنجي ننزلها بالماتريكس الاخر اللي هي الجديدة اللي هي origin destination فنقول من 1 الى 2 من 2 الى 1 ايضا عشرين وهكذا فاطلع احول production attraction الى origin destination اذا نجي على 1 من zone 1 الى zone 3 عندي 25 من 3 الى 1 عندي 35 فنجمع 25 زاد 35 تقسيم الاثنين رح تطلع عندي قيمة 30 اخليها هنا واخليها هنا وهكذا بينما القيم اللي هي في داخل zone ننزلها مثل ما هي ما تلعب بها هنزلها مثل ما هي القيم في داخل zone مجرد القيم اللي هي بين two pair zone نجمعهم ونقسمهم على اثنين ونحقل الافريج بالماتركس اللي هي ها تمثل لي origin destination matrix اللي هي تكون directional يعني بالتجاه يعني متجهة يعني هنا رحلة بدأت تبدي من هذا الزون وتنتهي بهذا الزون هي هاي اللي حستخدمها بالموادية اللي اللاحق حتى اقدر اشتغل الموادلينك بشكل صحيح فالمخرجات اللي هي trip distribution production attraction matrix لازم احولها الى origin destination matrix عن طريق جمع رحلات لتو بيرزون ومن ثم اخذ الافريج تقريب نقسمها على اثنين ونجمعهم ونخليها بالorigin destination matrix وهي هاي المخرجات النهائية للترب distribution ترجمه الى انتباه 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 ايقه الى انتباه 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 الى ان